أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الأربعة 21 نيسان 21 أربعة القمر ما زال موجود في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح رح يمكث فيها حتى تمام الساعة 7 و 51 دقيقة مساء من مساء يوم الأربعة اللي هو 21 اللي هو مساء اليوم بعدين بنتقل لمنزلة الصرفة وهي منزلة الربح للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر الآن استقر في برج الأسد وبما أنه في برج الأسد فجميع الأبراج بالفترة هاي بيكونوا الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة تلفت انتباه الآخرين لا إلا طبعا اليوم في عنا زاويتين فلكيات الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون الساعة وحدة و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ولكن كله بناحية سلبية مش بناحية إيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة 5 و 55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعراقية لبتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا بما أن القمر موجود في برج الأسد فخلو المسار القادم راح يكون يوم الخميس اللي هو يوم 22 أربعة راح يبدأ في تمام الساعة 12 وأربعة دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة وحدة وسبع دقائق عصرا لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر الانحصار المحدب اليوم يعني بلش يتكور هيك شوي يصير أحدب عمره عشر أيام في تمام ساعة عشر صباحا بيصبح 11 يوم نسبة الإضاءة بتصير 60% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيدة بنسبة 85% القمر في الأسد حتى يوم 22 أربعة طبعا زوايا منتحسة فمنتحس بنسبة 60% أما بالنسبة لعطارد في الثور حتى أربعة خمسة سعيدة بنسبة 10% الزهرة في الثور حتى يوم 9 خمسة منتحسة بنسبة 10% أما بالنسبة للمريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيدة بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة سعيد منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم هاي فترة مثمرة وإيجابية بتنجح بحمل الترويج لشيء معين عشان هيك اليوم ممكن تروج لأي شيء ثقتك بنفسك عالية أهم إيش إنك تكون جريء في الطرح بتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن اليوم تتلقى جواب أو عرض أنت بتنتظره أو عرض جديد برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تلمسه توتر على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي أو خبر عائلي أو حدث عائلي ممكن يخليك هيك تهتم فيه بزيادة أهم شيء إنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة تجنب العمليات الجراحية بالفترة هاي خذ يعني حاول إنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة حاول إنك تستشير طبيبك إن شعرت بشيء غير اعتيادي برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات القصيرة ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات على أنواعها أهم شيء إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر عندك الزيارات والتنقلات خلال هذا اليوم وممكن يكون لك تعامل جيد مع أحد المقربين لا إلك برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي بالأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة اليوم ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل ذقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات عندك بشكل ملحوظ أهم إشي إنك تتفائل وترتب أمورك المالية بشكل جيد برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي حاول اليوم توضح وجهة نظرك وعندك قدرة على الاهتمام بمظهرك بشكل جيد بتشعر بالحماسة الفائضة وبتنشغل ووضع حجر الأساس لمشروع جديد بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة اليوم ممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذراء بيسيطر التعب عليكم أهم إشي إنكم تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف بعض الأمور والتعامل مع الغير لأن القمر موجود في بيت المتاعب فبتكون تحاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن يخيب أملك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ بسبب كثافة بعض الأمور برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة بتكون عندك اليوم تنقلات مهمة وبتمتع بسرعة خاطر اليوم ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف لقاءات داعمة لإلك أهم ليش أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي لأنه في فائد كثير بالنسبة لإلك برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم إشي أنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها طبعا القمر موجود في بيت السمعة حاول أنك ما تهدد سمعتك بأي تصرف ممكن ينحسب عليك برج القوس بتنشطوا في مسائل لها علاقها بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة أو تعامل مع أجانب وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ممكن تسافر أو تفكر في السفر أو أوراق إلها علاقة بالسفر أو ممكن تفرح لانفراج أو لتسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة عندك حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجديد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي على الأغلب من شراكة أو من تعويد ولكن من جهة أخرى يجب الحذر في أي شراكة مالية جديدة اليوم ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرد وممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها ممكن اليوم تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة أهم شيء أنك تعالج الشؤون العائلية المهمة برج الدلو اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر حذروا من الخلافات وما تضخموا الأمور اليوم بتبدو أمورها في الأحساس ومتوتر بسبب قلق ما أو من مسألة ما حاذر من إثارة العدوات والبلبلة لأنه مزاجك شوي متقلب وعصبي وهذا الإشي ممكن يثير النفور خصوصا من الأشخاص اللي حواليك برج الحود برج الحود بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم أهم شيئك ما تهمل الواجبات مهما كثرت أو صعوبت راعي ظروفك الصحية أكون دقيق ومنظم مراعيا لظروفك المعنوية هيت من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر